السلام عليكم طلاب الصفة الرابع العلمي الأعزاء ورحمة الله وبركاته ودرس جديد من دروس مادة الأحياء واليوم درسنا عن الفصل الثامن اللي هو تلائم الحيوان والنباتات مع أنماط الحياة في البيئة ناني قصد إنه شروط البيئية اللي موجودة للكائنات الحية ودات إيش في داخل تلك البيئة أولا هذا نجي علل تكون تغيرات في البيئة المائية قليلة هنا ننطي الجواب مالته كون الوسط المائي ذو شروط تكاد تكون شنو ثابتة بدرجة كبيرة إذن ليش البيئة المائية تكون قليلة تكون تغيرات فيها في العوامل البيئية مالتها قليلة لكون الوسط المائي ذو شروط تكاد تكون ثابتة ولذلك فإن الأحياء المائية لا تتعرض إلى مشاكل كبيرة فهي تكيفت بكل تصاميم أجسامها للمعيشة في البيئة المائية مثلا النباتات المائية المغمورة أو الطافية شنو تكيفاتها هذه تكيفت تركيباتها لظروف البيئة تكاد تكون مميزة فالبشرة مثلا تكون شنو عديمة لكيوتيكل وبالتالي فإن هذا التكيف يساعدها على امتصاص شنو الغازات إذا قل لك ليش مثلا هماتين هذه تقدر تقولها تعليل لماذا تستطع النباتات الماء يمتصاص الغازات بسهولة لأن البشرة مالتها عديمة الكيوتيكل تمتص الغازات والمواد الأولية من الماء مباشرة جعلتها الجذور مالتها التكيف الثاني اللي هو تختزل بدرجة كبيرة كونها شنو لا تحتاج إلى استطالة أو نمو بغية الحصول على الماء هذا أيضا تقول علي لماذا تكون الجذور النباتات المائية غليلة الاستطالة أو لماذا تختزل بدرجة كبيرة لأنها لا تحتاج إلى استطالة أو النمو بغية الحصول للماء ليش لأنه هي أصلا في البيئة المائية أيضا بيئتها تلبي متطلباتها بشكل يلبي حاجتها بصورة متكاملة والسيقان تكون أيضا طويلة وذات جهاز وعائش وضعيف لجهاز الوعاء ضعيف لأنها تكون أيضا موجودة في داخل البيئة المائية المساحة السطحية للقشرة هذه رابعا أكبر من المساحة السطحية للإستوان الوعائية الأوراق فيها شنو بشكل عام تكون صغيرة الحجم أو مختزلة اقتزالا كبيرا يستثنى من ذلك عدد من النباتات المائية وأنسجة التهوية تكون جيدة التكوين داخل الأوراق والسيقان أما هسا نجي تكيفات الحيوانات المائية فهي الأخرى أظهرت تكيفات تلبي حاجتها للمعيشة في ألبيئة المائية شن هي؟ فعوضنا عن الأطراف تمتلك الأسماك والحيطان شنو؟ والفقمات زعانف أو مجاذيف تنجز فعل الحركة بالرغم من أن كونها مختلفة في أشكل كما أن لكل نوع من الحيوانات المائية تكيفات تركيبية ذات خصوصية نوعية وجميعها مسخر لتلبيت حاجة الحيوان في ألبيئة المائية إذن أدنا هنا خمس أو ستة كيفات في النباتات المائية بينما هو منطينا بالكتاب تكيف واحد فقط في الحيوانات البيئة المائية وشكرا لكم طلاب على المشاهدة أو متابعة المحاضرات وأرجو إيقاف المحاضرة ونسخ أو تأشير هذه الأشياء اللي احنا أشرناها هسة للاستفادة منها فيما بعد وأرجو أيضا مشاركة الفيديو مع زملائكم لتعام الفائدة ترجمة نانسي قنقر